اهلا وسهلا رح اقراهن من قلبي ولو انا ما بفهم انتوا افهم ما بفهمون بس متل ما باتكم بدي اقراهن لحني معا نظر المحب الى المحب سلام والصمت بين العارفين كلام جمعوا العبارة بالاشارة بينهم وتوافقت منهما ومدرجوا بالافهام قلت لها تيته بس انه بحط بالافهام قالت لحطيها بالافهام انا ايك بفهم عراسي في كتير حبوب هلا عم بحطوها عها وينما كان وبيبيعوها وينما كان بتنحفي خمس كيلو بالجمع وبتفوت على ما بقى في كفنه على الدفن دغري كلها للامراض ما تشتروا ابدا ابدا كلهم عم بحطوهم بنيوزليتر وشو ما شفتو وكلها في خدعة لليه نصيب عملي هيك عملي هيك شلون كلون وهيدا هالعشبة محطوطة بهالبزره افضل من الفياغرا كلمة فياغرا اليوم صارت كتير مشهورة نعم صارت بدي حط كتبي بصوتي تقريبا كلها بخط ايدي لانو عملت تاجر وما بدي كون انا سبب اي تجارة بهك دعارة يعني ناس بتتاجر بكتب هي صدقة دو اي نيشن بلعب بالانجليزي ما فيني اقلكن شو هالفايد بالعرب صارت عم خاف بس بكتبي مرح خاف وبالصوت عم بيقولولي تركي العرب ورجعي حكي عربي ببلادنا منهم الدليلامة وغيرهم وغيرهم ونفتح تليفزيون وحكي انت عربي انجليزي لبدك ايه رح نشوف رح نشوف اذا ما قدرنا نعمل شي باللبنان او بالامة العربية رح روح على اقصى بلاد الهند واغنى الاغنية رح يصوف المليارات هونيك للأسف انا بتمنى بقى بامة العرب اذا بعد في نفس ما منعرف ايه ساعة بيجي الموت كفى بالموت واعظا نعم وها حلوة كمان في الف دباني يا تيتا الف دباني ودباني بيضلوا يتنافسون يتنافسون على البراج هيك بامة العرب الف ويتنافسوا ويتخاف دلفوا على هيدا شعارنا وهيدا اجتماع القمة والقمامة وهي اللي عم بصير بهالعالم العربي بناء خاص بس هالا الكرة الارضية كلها عم تهتز من غير كوكب عم بيتربوها لانه هي نطة صغيرة شفتوها الشمس هالأدوي نعم في واحد غنى هاي قصة بحب دايما نكررها كرر النور بتكرار بعلم الشطار والحمير مع احترام دايما للحمار بهله في واحد عمر بيته بهمه كتير بتضيعه واشي حاله فيه والنس بتجي بتزوره وعنده خدم وبطعمه هالنس دوم واحد هاكي بقبيله عالجبل بعمر قصر اكبر بكتير وبيعزم كل الاهر الضيعة قط له مرته قمتن روح قال له قمتن روح اكبر حزن حطو فيي هيدا راح لعنده انت قط له ليش ما حزمنا كلنا قال له بالاول انا كنت هون الزعيم بصرف خادم عنده قط له انا بدي يروح سأله ليه ما اجا جاوزيك قالت له والله مريد اجا هو لعنده تركوا يكبر بيته تركوا يكون كريم الميل والبنون زينته الدنيا يعني المهم انه نصرفهم قبل ما نموت يعني نتحاسب عليهم اذا معي دولار بدي يتحاسب عليه سأجيب الاشياء اللي بتحبه وما تسأل عن السعر ما زيل معك صرفه من الحلال الى الحلال انت بي مبزرين اخوين الشياطين عندي صرمي وعندي بدلته هلأ هاي دي بكرة بعطيها لحدا ما عندي اثنان نعم كلنا للوطن وكلنا للكفن يا حبيبتي بشكريك ما بصدق بقى كيف هيك قلت الله يا عمي قالت لي خمس سنين امرأ انا وبيش لنيها من المدرسة وقالتلون انتو بتسمعولي سمعتلكو تلتولي كلو اللي قلتولي ايا منو منيح عبدا قالتلي بده تسافر واحده بتحطوني بس بالمطار او بروح ماشي بس اوصل هونيك بياخدوني بيدفعولي هن التكت كل شي ماما سمعولو خبرتلون ولد عمره ثلاثة شهور وتسعة شهور ولد حطيت ايدي عليه على الجنين ما بقدر الكل منو اللي حطيت ايدي عليه معمر القذيفة بيزواجه الاول اجه على ابنين مرته قلت الله انت حامل اسمه احمد سمته احمد بس حسيت شي شعوره قوي كتير يا حبيبي انا وقتا رحنا كلنا مع مرته ناكل دعوي من زاهي سلمان يا حبيبي امك استاذي يا فريد ويا كلكونا وحطي انت عارفوا احلى صفره والشوكه هيك طلعت هيك شلت الشوكه جنت السكين وصرت اكل بيدي قلت لي ما حد عم يعافيه كل الا انت اجيت كل هالنسوين الشخصيات المهمه ومدرجه قلت لي يا اختي انا جاي من عن صبره وشي تيله و جاي من هونيك يعني عايشي مع هالنس و هني اللي عم بيعلموني مرة بتقوم هيفل فيصل تعطيني فستان وانا اللون الاصفر ما بعرفت ليش ما بطيقه بس بتحبي حسن نصر الله بقلب اللون الاصفر هو لون الفجر هاللون ياللي بيشير كل الحقد وكل الغضب وكل هو كل هو كل هو بس ما بعرف ليش انه ما بتلاقيه شي ببيتي اصفر واذا قلت لحدا جبلي معك زهره بجيبه صفره رح جيبي ما ميسيح بجيبون صفر بسو هلا صار الاصفر نعم بس وقتا عطيتني فستان ما بقلكن شو الماركة يعني تقوله ايلا خدته وبتسميت وعطيته لحدا وبعد شي سنه كنا بمؤتمر كتير كبير ولي عم بتحكي ست مهمه ومعه وحده حده رحلت له لوري يار ويرنك دي سين درس لبسي الفستان اللي انا كان عندي قلت له ما بعرف مين عطانيه قال ايجا من واحد لا واحد لا واحد برم بأميركا هايدي لبسته فيه اهدية اذا بعطيها لحده اربعين يوم بدك تعطيها لغيرك اربعين يوم لغيرك اربعين يوم لغيرك اربعين يوم لغيرك واتبروا ما بتضل عندك مش هيك مرة كن عندي اشيو هيك عطيتون نزلت تجيبون قال لي ايجا اخدو ومن وقته ما بعندي امي سنون منين بالتيابي هيك كنا بيدوما ما منعرف بشو امي سنون منين بالتيابنا ما عنا حميم بالبيت ما حدا يروح بالليل طيب بعدين ايجا السكر ايجا الانطبيل خبتكن صار فيه بردقون عند عمي نادرة كنو هيك خمس ست سنين قالوا له لبيت يا منويل مدري ليش هالبردقان هيك طاري ايجا بايو ضربنا ضرب لولين نقبع البردقان هيك نحصرها نحصرها بالاول بالاول هيك نحصرها بالاول مصان رجع نحط له طربوشها يا نادرة ما ما عرف ليش جو خضر قالوا هاولوليد تركوا الوليد اسكي على دخلكن يعني بروح عالمدرسة قال لا انا ما حبيب المدرسة اول يوم راح قال ما خلصت بقى نجي بكرة والبنت قالت للا اما هققني لاشي شهر بتروح اطا ما بحبيب المدرسة بس بروح تعلعب مع اصحابه وقالت للا ستة بالكنيزة ديتا اذا هلا منحط مصاري بالصينية بالكنيزة منروع البيت هلا ما بقى فيك ليون صاروا كل ولادنا بيفهموا اوزكيا وصاروا عم بيجي انديجوز من غير كويكيب وعم تحكي في ضيعة اسمه عين قنية حد حصبيه هيدا يشب معي ورا سامع فيه ما فيش ما بيعمل هيك راح يصير معه هزي هيك من وراي عين قنية ما فيه ولادكين هني موحدين مش دروز لابعت قولوا دروز قلت لي دخلك اذا في عندهم مزهر او مورد هون بحبت الخبر ولو 100 دولار عم بيصير فيه سرطان بالعين عم بيزدوا حطوا موارد حقيقية ملقيت انا برمت بالاشرافيه واشرافيك وكل المطاري عين قنية حط حصبيه بدي يروح شوفها عندهم كل المونة بيمونوا لبعضون بيسكنوا بعضون بيحابوا بعضون بيستقبلوا خلطة هني من كل الطواف وكل الديانات نعم في واحد من اهم كبار الصوفيين كبير في واحد اجي قال له فيني اعرف وان هو كبير قال له لك انا عم فتش عليا كمان ما بعرف وان هو كل الوقت بسأله يا كبير مين اكنت يا كبير مين مين بيعرف حاله يا اخوتي من عرف نفسه وعرف ربه في رب وفي إليه وفي الله بس الاكبر منهم تلاتتون الله يا مدد ويا أبد ويا صمد ويا سند النهر ينهر اذا كنتوا على النهر وفروا ماي يا حبيبي انت يا حبيب الله واذا ما حكون شكله قامت لقييم يزرعوا قد ما فينا بدنا نزرع بس منزرع سناوبار شو كمان بلو مروا حلو سندية ارز غار هالاشيه يلي كلنا بحاجه اليه وين ما كانوا بتطلع هلا اذا بتروحوا صابر الليد ايه ما صدقت انا على الطريق في زيتون احنا بتضيع الزيتون بدي يطلع فوق فوق قد ما فيكون نعم هلا ما بقى في ايام اي بادي انا مني جسد ايام اي بيينج انا ساجد للأبد مع الوجود هاي الموجود في كتاب لك امال جنبلاغ تو بي او نتو بي لانه هلا بي كون تو بي او نتو بي نكون او لا نكون قل له نكون يا حبيب قلبي تت 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 نعم يا حبيب قلبي ما فيني اخبركم كل واحد منا بيقول قال له تحرير فلسطين منا سهله ابدا بتحرر العالم ابنا تحرر فلسطين كتير مهمه هالكلمه وبشكركم ورح اقولها لانه كل الكلمات اللي بتقول شكرناك عبدناك بلدناك منتو كل هو قالوا دخلك امتن روحه بالمه يبهدلو فينا كلمات اللغه العربية لغه غنية كتير بشان هيك بره عم بجربوا يتعلموا خبرتكم ما بقى يقول صاروا عم بيقولوا عين عالي بتقول صوت خمس خلفاء عين اكرم الله الاسلام بالعمرين عين 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 قريتا وشفتوها شو هالاسرار اللي عم تنحط مشان هيك عم بيجربوا يقولوا بدنا نحكي اللغه العربية ولكن نحنا هلا كلنا تسعة وتسعين فاصل تسعة وتسعين ما فيه الا مريم بمرو على مون بالاشرفية ما رحقول اسمه بس كلكم بتعرفوه كلهم حملين هاي الا مريم حملي كتاب اوقات بقول ما بدي يحمل كتاب بدي رح تشوفوا فين يقعد ما فيه مطعم كلهم ما طاعم ما 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 وحملين كلهم رح يصوره كلهم عم بيصوروا المشهد وهالمرة واحدة في عمري الفرق بين الاجيال الكل من غمس في التصوير والعجوز تستمتع بالمشهد وبالتنوير هاي اللي عم بنوره اي مشهد بتشوفوه اشهدوا مش اشهدوا اشهدوا واقفوا لي هالشحادة دخيلكن يا رؤسة البلديات يا رئيس بلدية بيروت كلهم عم بيتهموك انك انت عم تقبض لو عم تقبض تقبضني بس انه قبضون هالشحادين بعمري وصغير وكبير وطحت الاربعطعش بالتعش ليش قاعدين هون يا تيتا قالت للماما انه جاي واحد ياخدنا رح نصور بيدي ما فيكن تمنعوه وهالانسان ما رح سميه ضايع صايع بقرقوشه اللي مهم تقرقوشه ليش رحت على الخليج لان فيه مصاري ورح ارجع على لبنان هو من تروبليس تروبليس عاصمة الارمان بتروبليس كان فيه مسجد يتطلق هان يفوت بيه عميكي فورك يدي بيزان رافي وتحت الدرويش اخر شي الارمان فدلو من ترابلوس يضلو بدنا نضلهم بدنا نضلهم بدنا نضلهم هلا شو عمل هالشاب اجي على لبنان قلتلو ازا جيت تخليني شوفها بتنام عندي انتوا رفيقتاك ازا باك ترجع على لبنان تكن تلقيت بيت شو عملو بطرابلوس قال عمل شي مهم بطرابلوس جمع كل الاطفال وانبسطوا اميتهم وبييتهم وعمل كلون كلون ميك اوب وكلون يجوا الكلاون يفسرون انه لازم ننبسط كلها وطعميهون وكلون حطوا ليمون وحطوا شو في عندون وكلون جابوا دقوا موسيقى ومهرجين تيفرحوا هالولاد ثلاثة ايام حطون يفرحوا وياكلوا ويرقصوا ويغنوا وكلون عملولون ميك اوب شو صار بهالولاد بعد الثلاثة ايام رجعوا عند امهم وبيهم غير الام ازا فيها تتغير غير الامومه والابوه انه تفشات خلقك انك انت عم تعمل عمل منيح لانك ضايع وصيع وريكل وراهاه وكل اللي شيركوا معك بطرابلس كمان ما بيعرفو شو الميناء وما بيعرفوا بطرابلوس اديش في سر كبير هالسر موجود وانا شفته بواحد عندهم بني حجر منشي اربعين سنة قال لي هي خيه هون هيدا هون وهيدا هون نسيت الاسم بس خيه هيك معروف وزير هيك قال لي انا اصحابي بالمقابر كل يوم برو على المقابر بحكي انا اموت احلى منها طلعت هيك طلعت عم بيحكي شي شوي حقيقه من بيت الجسر قلت له اسأله عنه وينوها الرجال قال لي هونيك الاموت احيق اكتر من اللي قاعدين ها نحنا كانوا يصيفوا بدومة بيت كرامة وفلان وفلان وكلون هو وكان يحكي مع اهلي ومع امي وبيي انو الانسان لازم يتعلم موسيقى لازم يكون عنده ابداع تركون ابداع اللي عندهم كان عندي خي ما يحب المدرسة باريت يحبي يدق على الاكورديو تحطوا امي بالمدرسة يقولوا لكن عم يدقى عم يدقى عم يدقى عم يدقى ويخبي الاكورديو بعدين رعى افريق يوم ماني توكس ستيوبيد ووكس بعت له كتاب ما بيحكيني لانه الكتاب اسمه بينس انت هيك سرتي هون الارمان ما حدا بيحبيك انا ما بدي حدا يحبني وما بدي حدا يكرمني يلي قاعد مع الواحد الاحد بده اي احد اللي قاعد مع الله ما بدي عفض الله الحو جوه وكل الكلام انترى الالوهية في كل شيء قالوا كنت عم فتش وين في الله هلا عم فتش وين ما في الله عاملوا الناس لقدر عقولهم باخلاقهم مش باخلاقهم شوف هالكلمة شو حلوة وهالغلطة شو حلوة الفكرة اللي فيك تغير مرتك عنوان الحقيقي للكتاب كان الفكرة اللي فيك تغير حياتك نبيع الكتاب كتير ان ايديا دات يو كان تشينج يور وايف هاك نبيع الكتاب كيف كتغير مرتك كيف كتغير مرتك وليه خير الطلاق ابغض الحلال ما زالنا عم نكذب ع بعضنا خلاص هالزهرة ما فيني لكم شو فيها شفاء شوفوا وين موجودة بعتوليها من الهند قالوني جبنيها من باكستان شوفوا شو بتشبه كلها نحنا عنا كتير زهور اذا بتطلعوا على حاصبية بايام الربيع اول هيك الربيع بتصرخوا يا الله يا الله يا الله يا الله اذا بتروح على الاردن وبتصلوا مطرحيك يا الله يا الله يا الله يا الله كله بلاد الشام واليمان عنا كل انواع بتروح على اليمن ما صدقت ما صدقت خبرتهم بعتلي وزير على البيت ورافقني وهونكي رافقني دايما كل يوم وزير وبالاخر هو اللي كرمني ماديا معنويا خلاص رئيس جمهورية اليمن شايف الاعرش شايف الاعمى كيف صار قال لي واحد عنده مستشفى يعطيني خمسة مليون دولار بشكل المستشفى كل المستشفى كل المشايفة ضحية الجهل لو الادوية بتشفي اخوتي والعمليات والاكل اطبه شو عم تغلط بسببنا بجولة عندي ثلاثة اطباء وثلاثتهم اطباء اطفال وثلاثتهم عندهم ولاد معاقين مثل ما عند الطبيب اطفاله انتوا انتوا لاش ولادكم هاي انت عم تقتلوا غير اطفال من حفرة حفرة عن لي اخيه وقع فيها قال لي انا ما كنت عطيهم ادوي لوليدي بعطيهم بس الدول للمرضى ازا ما عطيت دواء ما بيعطيني مصاري ازا ما عطاني مصاري ما عندي بيت هون وبيت هونيك وعندي مدروين بره وبسافروا بسلطوا عم بتاجروا بالانسان هاي ملنا تجارة الدواء عند الضرورة اي دواء ضروري ضروري اللي عم بيبيع الام ام اس ارد الشباب هون كلهم عندهم اياها بعتولي ايميل ببعتلكون اياها صدقة ومن احلى ام ام اس هم تجي ومتركب من نعم الدالي لاما من هونيك بلديك المنطقة احلى ام ام اس موجودة عند بيت الانسان بشار انطون صدقة وعندي ببيتي ما بقلي سألا ببيتي اهلا وسهلا بيكون عبيت مر ويم ونور وبستقبل سبع اشخاص وبتشوفوا بها السبعة بحكيها بكرة تحول علم ببيتي سبعة من نام كلنا على الارض وهي وشوفوا شو بتاكلوا بتشوفوا الطاقة كيف بتزيد وكيف كل واحد منه السبع مقامات بعدين بعدين الى المدد لو قلت يا مدد لا اعطاك الى الابد هلا ماني معه وماني ضده كل انسان بدك تشوفه وتقبله متل ما هو لانه فيها حقيقة ان ترى الحق في كل حق اينما توليتم تم وجه الله بسر لا اله الا الله موجود كل شي وشو ما عرفت ما عرفت شي عرفت شيئا وغابت عنك اشياء وما قطيتم من العلم الا قليل وهي دا كمان ما نحبه كتير لحيا هلا سلاح الدمار الشامل اسم دبابة صممها الفنين الارجنطيني لمسوف يهدف من خلالها القضاء على التخلف والجهل في مدينته من خلال توزيع الكتب المجانية في شوارع المدينة انا هي طلبت منك خينا الياس عودة مش المطرق الياس عودة انا بموني عليك كلمة انا نحن فتح مكتبة مش جنيني لالاك قلوا لنا البلدية فتح مكتبة وكلنا منحط الكتب وكلنا منروح متطوعين صدقة دو اي نيشن هاي دي الدو نيشن بلعب بالكلمات ما في مكتبة في نقعد فيها فت على مكتبة بمول خبرت كون ما في غيره بالاشرفية شكيت بي بنته شاب فيته وقتل كنت بمطار دبي لحقونا اتنين كنت انا وبشار قلت لي انا عندي تلفزيون ونحنا عنا تلفزيون علميني انا المسؤول عنه قلت لي وانا المسؤول قلت لي ما فيك تحطوني اذا بتقولي قالت لي اني له مريم نور معنا بس حطو بشار خدو الشاب على جنب قلت له قال لي ايشو عرفي بس سلمت عليه يلي شهرين هاي قلت له عندك بيضهرك هالماء هيدا هاي وبعدين معك ايدز بعت لي ايميلي اليوم قال لي ايه طلع معي ايدز كيف عرفته وقال لازم اعمل عملية ولما انا من لمستك بايد عرفت بعدك بتصدقوا للدكتور مبارح بالمول عندنا هون بين شعراتها طويلة طوال بعد الرجال هاي مريم نور قلت له هيدا صاحبك قلت له ايه قلت له اني اييه لك فيها وضبي شعريك ضب شعريك بضب عقليك وقال له رح يكون معي كاي 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 قلت له عم حس فيها عم تحس بيواجع بركيبة بكلها وحدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة كل المفاصل السبعة بتوقع بنحكي فيها انتبهوا تحت كل شعره مليون ساتيلايت ساتيلايت فيه لمهم نفسي شعراتك عند عملي هاي مدعمني هاي بس العرب ما بيقروا كلمة اقرأ نزلت عامة العرب لايك شو حلو هي عيد مو باراك هيدا باراك اوباما بيلاقوا صور في صور تير صورة بنكشرة صورة هيك صورة هيك ما بدك بتلاقي بطول شعره بكرة بطول لحيته عم بلاقي ناس هلا لحيتهم هايك هالأدبة الأشرفية وقفته قال لي انا مني مسلم انا طوني اسمي بس عملت شعري هايك قلت له مش لانك مسلم ومسيحي لانك منك انسان تكون انسان احترم الشعر الرجال بلدان مثل المردان يعني بس قروه هير باور اتس اجريت باور اشتركوا في القناة